هذه المخلوقات الأنيقة والجميلة توجد هنا في الأراضي الرطبة مثل مستنقعات والأنهار لكن مستقبلها مهدد بالفناء وفقاً للتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة يعود تراجع أعدادها في الغالب لتوسع في الزراعة غير المستدامة والتوسع الحضري في جميع أنحاء العالم لسوء الحظ لا يوجد اهتمام بالأراضي الرطبة ويلقي الناس القمامة في تلك الأراضي وغالباً ما ينظر إليها على أنها مناطق تحتاج إلى الاستصلاح لأنها غير مناسبة لسكن الإنسان فهي تؤوي الأمراض لكننا لا نرى أهميتها في التنوع البيولوجي المرتبط بها يسعى الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة لتأكيد على أهمية الحفاظ على الغابات المطيرة لتعزيز استقرار التنوع البيولوجي اليعاسوب حشرات جميلة مجرد مشاهدتها أمر مدهش يوجد بينها كل الأنواع والألوان والأنماط المختلفة ولديها وظائف حيوية فهي بالفعل مفترسات رئيسية في أنظمة المياه العذبة لذا فهي تأكل يرقاد بعض الحشرات الأخرى مثل البعود وكما يعلم الجميع يحمل البعود الأمراض والملاريا والحمى الصفراء لذا فإن اليعاسيب تساعد في السيطرة على الأمراض يأمر الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية للكشف عن الخسارة العالمية لليعاسوب وإضافته للقائمة الحمراء وزيادة الوعي العالمي لحماية الأراضي الرضبة والحياة البرية التي تدعمها إذ تخزن تلك الأراضي الكربون وتزود الكوكب بالمياه النظيفة والغزاء وتحمي من الفاضنات فضلا عن توفير موائل لواحد من كل عشرة من الأنواع المعروفة من الحشرات والطيور في العالم